أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد وأصابة عشرات المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم للرابع والثمانين على التوالي وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية استهدفت عددا من منازل المواطنين وسط وجنوب قطاع غزة في الوقت ذاته اتفع عدد الشهداء في منطقة الفخاري شرق خان يونس التي تعرضت للقصف من الطائرات الاحتلال إلى إحدى عشر شهيدا وعشرات الإصابات